خبر عادي ممكن يكون مر على ملايين المصريين ومر على حضرتك وحضرتها بس لما قريته قلت لا انا لازم ابدأ بي حلقة النهر خبر بقى اصبح من الامور العادية اللي انت تبصله كده ايه ده يعني ما بيحصل قبل كده بس لما تلاقي الخبر بيشترك هو خبر عن جريمة بشترك فيها خمسين شخص تسعين في المية منهم شباب من عشرين لسن التلاتين فانت لازم تقلق على مستقبل البلد دي وتقول هو احنا رايحين على فين تاني برجع اتكلم على الاخلاق الخبر يتعلق بفريقين من فرق كرة القدم في المرحلة الرابع من المسابقة اللي ملوش في الكرة قوي تعرف فيه حاجة اسمها الدور الممتاز فيه فرق دور الدرجة الاولى التانية التالتة الرابعة فالربعة اللي يحتل المركز الاول يروح لاعب في دور الدرجة التالتة لحد ما ينط ليه الدور الممتاز المهم كان فيه مطش اخير بقى اللي هو ايه الفايصل فيه فريق لازم وهو داخل المطش ده لازم يفوز على الخصم على الفريق المنافس ليه سبعتاشر صفر عشان يضمن التأهل طبعا ده رقم عدد اهداف كبير جدا ما بيحصلش في سبعتاشر صفر الفريق اللي داخل ده اسمه ساند باست كان بيلاعب فريق تاني اسمه عمال طنطة عمال طنطة ده في المركز الاخير ساند باست قال ان الفريق اللي هو عايز يطلع معاه لدور الدرجة التالتة هيتعادل هيتهزم لكن النتيجة بتاعة خصم ساند باست في المباراة الاخرى احتاج انه هو لا ما يفوز سبعتاشر صفر ده لازم يفوز بفرق اهداف واحد وعشرين هدف تخيل واحد وعشرين هدف كلام ده ما بيحصلش اللي من حضراتكو مالوش يعني في كرة القدم خاصة للسيدات قال له ده رقم رهيب قوي ما تشاهد كرة القدم بليتعود عليها يوم ما بيجي خمسة ولا ستة ده بيبقى حدث تاريخي بس واحد وعشرين سفر سيبك ان اتحاد الكرة قرر التحقيق في هذه النتيجة وعدم اعتمادها لانها نتيجة لم تحدث في تاريخ مصابقة كرة القدم المصرية منذ تأسسها منذ ما يزيد عن سبعين سنة يعني حتى الرقم تعرف اتحاد الكرة مشغول في تأهيل المنتخب وكاس العالم وكلام ده بس لما اتحاد الكرة وصلته النتيجة فريق يفوز على فريق واحد وعشرين سفر لا فيه هنا انه انا ما وقفتش قدام ان اتحاد الكرة هيعمل ايه مع الفريق انا وقفت قدام معنى ان فيه 11 لاعب في الفريق ده واحد وعشر لاعب في الفريق ده يبقوا كام 22 لاعب وفيه 7 احتياطي هنا و7 احتياطي هنا يبقى كام 14 على 22 36 وفيه 3 حكام شباب قدي 39 انت امام 40 شاب مصري من سن 18 لحد سن 30 الكل شارك في جريمة مخلة بالشرف بالاخلاق ماشي بالضمير ما هي ايه معنى ان انا افتح المرمى بتاعي للخصف بقولك ايه احنا كنا متفين على 17 صفر بقولك ايه يكبرهم للواحد وعشرين بقول لي يعد السمعتاشر يعد الواحد وعشرين لكن معقولة احنا وصلنا ان الاربعين شخص يتواطق كل هذا التواطق يعني ما فيش شاب بطلع كده من قلب الاربعين دول وقال لا انا لن اشارك في هذه الجريمة احنا هنلعب بشرف لو خسرنا نخسر بشرف فريق ساند باست عايز يغلبنا قادل جمال ودي الجمال يغلبنا تعرف لو النتيجة عايشين صفر وزعنا المطش ده هو طبعا دور الدرجة الرابعة ما بيتزعر وثبت فعلا ان فريق ساند باست استحق ده هقولك يا عمي دي معجزة كروية بس احنا عارفين ده ما بيحصلش انا واقف هنا قدام معنا ايه يا اخوانا ان انت امام جريمة بكل المقيس ارتكبها شباب واكيد ده تم بالتوافق بين ادارات النديين ما هو مفروض المسؤولين في ادارة ساند باست اتصلوا بالمسؤولين في ادارة عمال طنط وادارة عمال طنط جاب فريق كرة القدم والكوتش المدير الفني بتاعه وقال لهم احنا عايزين نعد المطش بسبعة عشر اتحاد كرة رفض اعتماد النتيجة انا بني كلامي اتحاد كرة رافض وقال لك دي معزلة وان المباراة متفوتها اذا انت امام لعبة رياضية مفروض فيها اخلاق اذا كان الاخلاق مش موجودة في الرياضة هلقيها انا فين تاني في المجتمع ده مفروض ان انا بعلم الولاد المنافسة الشريف وانك لما تفوز تفوز بشرف يبقى انا دمرت فين فوز كل الشباب اللي شاركوا في عزين المباراة لا ده انت ممكن تفوز وتحقق مكاسب في المجتمع بالرشوة والفساد على حساب اللي بيكتهد ما فيه فريق تاني تضرر حاجة تانية ان الشباب كله ركز بعاف دي الفريقين ما اللي بلعبوا دول شباب من 17 لحد 25 تقبلوا الامر عادي دي نقطة لازم تقف قدامها عارف لما اجا قولك راجل كبير كده زي حالات وزي حالات حضرتك قول حضرتك شاب هقولك ماشي عم يعني تمشي وكلام انما الشباب الصغير ده طب هو انت تلوست امتى يعني انت كشاب ضميرك ده مات امتى لما انت لسه باد الدنيا وبتقبل ده ملحطيني حياتك ازاي يعني سيبك ان الموضوع قيد التحقيق والتحاد الكرة على بال ما يجيب وللأسف مفيش فيديو للمباراة بس كيف قبلت انت طب هل ينفع ان الكل يتواطأ يعني هنا ولا يخرج شخص واحد يقول لأ او يبلغ اتحاد الكرة هل ينفع هل ينفع حتى ان حكم المباراة يمشيها بالشكل ده وهو شايف جريمة يعني مخلة بالشرف بالاخلاق بالضمير بالكلام ده يعني هل اصبحت القاعدة النهاردة هي الرشوة والفساد واصبح الاستثناء هو الضمير دي كارثة بالمناسبة يا اخواننا انا مش جاي انا ولا فريق معايا المطش مطش ايه وكرة ايه انا فريق معايا انه هم دول الشباب ما هو دول الشباب اللي احنا بنبدي بلد ليهم اللي مفروض دول هيبقوا شغالين موظفين ويديروا مواقع ما انا ما عرفهاش بس لما هو صغير اتربى على كده وشاف ده عادي انا قتلت ضمير تمانية او تسعة وتلاتين شاب مصري اتقتل الضمير ده للابد ما خلاص بش احنا عندنا مثل يقولك اللي اقت المرة هي اقت الالف ما خلاص يعني دقوا الفساد تزوقوا طعم الفساد فلو انا قاعد انا عدت بطش المرة دي فواحد يجي قولي لو انا قاعد بقى في اي موقع عديلي التريلة دي عديها يا باشا زورني المستند الرسمي ده عادي بقى ما هو اللي يعمل حاجة ما هو الفساد ده خلاص وبعدين الواحد يجي قولك والله انا عدت 40 سنة بس اتزلقت مش عارف انا مرة عملت حاجة بس ربي لا يسمح لي ابلت رشوت مش عارف يقعد كده يحبكها لك انما ده التليس السبادي اول الخيط بفساد ما هي القيم اللي زرعتها المدارس في الاربعين شاب دول ده معنى ان الاربعين شاب يافع دول ما خدوش اي حاجة في المدرسة ولا في الجامع ولا في البيت مفيش حد من الاربعين شاب قال لا قال لا مفيش حد رفض انت لازم توقف قدام المعنى ده يعني عارف لما يبقى فيه عشرة مثلا في اقداره هندسية ما قرروا يكتبوا تقرير فاسد لصالح احد المقاولين بان العمارة دي زي الفل مش هتوقها او ان العمارة مهدد عارف يطلع لك كده اتنين مهندسين تلقى يقولك لا وضمرنا وخاف الله يا اخي وهنبلغ عنك وحاجة بعز الشكل انما فسب الجملة كده القصة يا اخواننا مش مطش القصة مش مطش القصة ان انت عندك اثبت اخلاق حقيقية في المجتمع ازم الضمير وان مش الكبار بس اللي اتضربوا فوق والرقابة الادارية بتقبط عليهم ده الشباب الصغير اللي هيبدأوا يتسلموا مواقع المسئولية الضمير عندهم الضرب ده الضرب ايه بقى من الجزر وان الكل تواطئ حتى ان المسئولين اللي مفروض يغرزوا ويغرسوا ضمير ويحفزوا الشباب على المنافسة الشريفة باقوا الليلة باقوا الليلة انت امام جريمة مكتملة الاركان ما يميش ايه العقوبة ولا الكلام ده ولا يرغل ماتش ولا مين يطلع ولا ميطلعش انا امام الكارسة اللي حلت بالمجتمع مفيش تعليم لان انا لو انا تعلمت في المدرسة يعني ايه ضمير والدرس لكتاب الاخلاق ده معناه هذا اللاعب شاف مدرس بيغششه عادي ولما راح البيت ابوه وامه قالوله انت مغشيتش ليه من صاحبك اللي جنبك عادي تعارف النهاردة الاسر المصرية بعضها يعني عشان ما عممشي اه بتقولك يا اللجلة كانت صعبة والمدرس كان مصعبة على العيال اه المدرس كان مصعبة على عيالي في الامتحان يا سلام يا اختي يا سلام بجد هو ده اللي بتعلميه لابنك يعني بتقوله ازاي يا ولد انت معرفتش تغش ازاي يا ولد انت معرفتش تغش هي دي القيمة اللي احنا كاهالي بالربيها لولادنا القاعدة هو ان ابني في الامتحان يغش وان ازا ابني مغشش يبقى المدرس ده كخة غلط في حق ابني وان ابني اخمار فده النتيجة اللي احنا بنحصدها انت شايفها مطش وقريت الخبر كده قلت يا ولد اللعيبة وقلبت الصفحة لو انت في بلد فيها مراكز ابحاث حقيقية وبرلمان ينطفد كان ينطفد للوقع دي كان يجيب كل المدرسين اللي درسوا للعيال دول الجامع اللي العيال دي بتصلي فيه انت فاهم الموضوع كبير والله الموضوع ليس موضوع كرة قدم ده حصل في الكرة فالنتيجة ظهرت 21 سفر كم جريمة لقتل ضمير شبابنا بتحصل في مصر على مدار اليوم دي علشان ايه الاعلام والاضواء سلطت عليها شوف بقى كم جريمة يا اخي اتقتل فيها ضمائر شبابنا بقى بالسهولة دي ضمائر شبابنا بقعت عادي يعني تموت عادي والشباب مسلم عادي اللي فوت لك ماتش يضيع لك بلد ما الضمير مش موجود اللي فوت لك ماتش يضيع بلد يضل يضيع بلد في اي مكان هو موجود فيه ايو اتفكر ان يبهول ابدا ده الواقع نحن نحصد ما زرعناه 30 40 سنة لا ضمير لا اخلاق لا قيم والنتيجة اللي الرياضة اللي هي ميدان للضمير لا اتضربت اتمنى اتمنى ان يكون ما حصل فعلا جرس انذار عارف المدير الفني للفريق الفائز يقولك ايه اللي هو الفريق الفائز يعني 21 صفر قالك النتيجة الطبيعية لهذه المباراة كان لازم نفوز 40 صفر هذا يحدث فيه بلدنا يعني اتمنى اتمنى لو فيه حد بيتابع وبشوف الكوارث اللي بتحصل دي انه هو يلتفت ويفكر يشوف هنعمل ايه القصة ليست التحكر القدم هيحقق ولا اي حاجة القصة اكبر من كده بكتير